ما أجمل أن تكون حركات الإنسان وجميع سكنات الإنسان كلها مقرونة بذكر الله تعالى ليرزق العبد التوفيق من الله تعالى ما أجمل أن كل حركة وسكنة الإنسان بيكون فيها يكون دائم السؤال لمولاه يسأله المعونة والتأييد وعلامت ذلك أن يصدق الإنسان في أقواله وأفعاله وإنه يوافق ظاهره باطنه وإنه يكون في جميع الأحوال بتاعته متعلق بمولاه جل في علاه وقد أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى حبيبه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق وأن يكون له من ربه كامل التأييد والنصرة قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أوردت كتب الآثار والسنن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أدخلني مدخل صدق يعني أدخلني المدينة المنورة إدخالا مرضيا مرضيا عندك يا الله يعني خالم من كل ما لا يرضيك ولا أرى فيه شيئا مما أكره فهو يسأل الله سبحانه وتعالى الصدق وجميع أحوال الصدق حين الدخول الباطنة والظاهرة وأخرجني مخرج صدق أي أخرجني من مكة مخرج صدق والصدق هنا بمعناه المعهود والمعروف هو موافقة الخبر للواقع إن الإنسان مثلا بيقول شيء شيء ده له واقع بأداء إذا وافق ما يقوله الواقع بأداء قوله صادق وكمان ومن الصدق موافقة القول الضمير إن الإنسان يكون صادق في باطنه قبل الظاهر فإذا ما تفوه بشيء وافق ما يقوله ما في باطنه وما في قلبه ودل معناه الإخلاص بحيث يكون الخروج والدخول في كل شيء على الهيئة الموافقة لمرضات الله تعالى ويترتب عليها حصول النصرة والتأييد من المولى عز وجل وتلاحظ كده في الآية في هذا الدعاء المبارك إنه قدم الدخول على الخروج وإن كان الخروج أسبق بس عشان الدخول هو الغاية وهو المقصد الذي يطلب تحققه وتحقيقه وحصوله والوصول إليه ده الهدف اللي الإنسان عايز يوصله ما كان الخروج إجل إلا لطلب الدخول في أمر آخر أو في مكان آخر فيبتدي الإنسان دعاءه بالدخول غايته وبعد ذلك بالخروج مكان انتقاله من النقطة التي هو فيها أو من الحال الذي هو فيه إلى حال آخر أو إلى مكان آخر وهذا الدعاء المبارك الوارد في الآية الكريمة يمكن لو إحنا كنا بنتكلم على إنه ما ورد في الآثار والصنان بإنه ده مواكب لسبب نزول كذا وكذا وإنه نبي لما هاجر من مكة أمر بأن يدعو ويتجي إلى المدينة أمر بأن يدعو بهذا الدعاء ده لا يمنع إن إحنا ندعو بهذا الدعاء في كل وقت وحين السبب النزول بيوضح لك المعنى لكن مش بيبقى محصور بس في هذا المعنى لأنه يمكن أن يكون هذا الدعاء عاما في جميع أحوالنا وأمورنا وجميع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأموره صلى الله عليه وسلم يعني اللهم اجعل جميع مداخل ومخارج كلها يا مولاي في طاعتك وعلى مرضاتك وذلك بتضمنها الإخلاص وموافقتها الأمر الإله حتى إني أكون يا ربي على بصيرة فيما آتي وفيما أترك فأقدر إننا أدعو بهذا الدعاء في كل وقت وحين فتكون الآية هنا عامة في جميع الموارد والمواضع والأحوال والأصفار والأعمال فهي على ذلك دعاء عام وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يعني أصلح لي جميع أموري بتوفيقي يا مولاي للصدق مع الله تعالى ومعك يعني وللتوفيق للصدق مع الناس والصدق في جميع أقوالي وأفعالي فأوفي ما يطلب مني حقه ما أنت النهاردة إذا إنسان في ميدان العمل يصدق في عمله فقد وفى للعمل حقه فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الدعاء وأمرت الأمة كذلك إن إحنا نلجأ إلى الله ونتضرع إلى إنه يرزقنا الصدق في جميع الأفعال والأقوال والمطلوبات والمأمورات فنوثيها حقها ونقوم بما يجب كما يجب نقوم بما يجب كما يجب وده معنى الصدق أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق والإنسان في الحياة الدنيا في رحلته هذه في هذه الرحلة هو ما بين مدخول ومخروج منه ومخرج بيخرج بيدخل في أشياء وبيخرج من أشياء بينتقل من أماكن ويروح إلى أماكن أخرى بينتقل من أحوال ويذهب إلى أحوال أخرى ينتقل من حيز التفكير في مسألة أو مسائل أو قضايا إلى مسائل وإلى قضايا أخرى لأنه هو متغير الأحوال والظروف والأماكن والزمان فبالتالي الإنسان بهذا الدعاء شمل ظرف الزمان وظرف المكان وكل شيء أنا أعيز التوفيق يا رب والتوفيق عشان يفوز به العبد لابد أن يكون على قدم صدق في كل حاجة فيوفي الأشياء حقها كما يجب أن تكون وبالتالي بيسأل الله في كل شيء أنا حدخل فيه يا رب أريد أن أكون من أهل الصدق وأي شيء أخرج أكون على صدق كذلك وأورد هنا بعض المفسرين تأويل لطيف وجيه من المعاني اللي ربنا فتح بها عليهم فقالوا أدخلني يعني معنى الآية معنى جوهرة اليوم الدعاء أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أدخلني حيثما أدخلني حيثما تدخل أهل الصدق أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه آخر فإن ذاء الوجهين لا يكون وجيها عندك فالإنسان يكون صادق مع مولى سبحانه وتعالى ومعنى قول المولى سبحانه وتعالى واجعل لي من لدنك سلطان النصير أي زيني بزينة جبروتك ليكون الغالب علي سلطان الحق لا سلطان الهوة وإنك يا مولاي تجعل لي حجة واضحة في كل شيء تنصرني بها على كل من خالفني في الحق وأن تجعل لي ملكا وعزا ناصرا للحق على الباطل وأن تجعل لي حافظا قويا يحفظني من شر أهل الشرك ومن شر أهل الأدى ومن شر كل ما يؤذيني وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير لقد استجاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في خروجه للهجرة ولما استجاب استجاب كمان للأمر الإلهي وقل ربي يعني قل أيها الرسول الكريم عند خروجك من مكة ربي أدخلني مدخل صدق عند خروجك من مكة أن تقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق فطلب منه صلى الله عليه وسلم وقتئذ أن يكون خروجه ودخوله بالصدق فتحقق له ما أراده زيادة وذلك لما عد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده إلى مكة المكرمة عاد إليها فاتحا نصره الله سبحانه وتعالى إذ لما دع صلى الله عليه وسلم ربه وقت خروجه إلى الهجرة أن يكون خروج النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله بالصدق وأن تكون جميع حركات النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للصدق مقرونة بما يرضي الله تعالى وهو كذلك صلى الله عليه وسلم لكنه استجاب للأمر الإلهي فيكون في لنا داخل فيه وخارج منه التوفيق والتأييد من الله تعالى بالسلطان المبين اللي بتحصل به الهيمنة والغلبة والعزة على أعدائه فتحقق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد وزيادة وكان النصر المبين ينفتح مكة جائزة له صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير نستفيد من هذا الدعاء ضرورة أن المؤمنين يكونوا مداومين على طلب العن من الله تعالى عند بدء مهمات الأمور وإنهاءها إحنا قبل كده في صورة الفاتحة في إهدنا الصراط المستقيم وبعد كده تكلم إياك نعبد وإياك نستعين فاستعن بالله أنت بتقول له يا رب أنا باستعن بيك ويكون التطبيق أنت بتعلن أن العبودية له وأن الاستعانة لا تكون إلا به سبحانه وتعالى وبعدين بترجم ده في تفاصيل وثنايا يومك وحياتك فلابد أن أنا في كل شيء داخله في كل شيء حخرج منه في كل لحظة في لحظاتك من حياتك لابد أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا عشان تكون محفوفة الحياة بتاعتك بالحفظ والرعاية والحماية والتأييد والمعونة المعونة كما إن هذا الدعاء المبارك من مظاهر إيمان المسلم والصدق توجهه إلى الله تعالى ليه؟ لعلم العبد بأن المولى سبحانه وتعالى هو وحده القادر على معونته على الصدق والإخلاص في كل شيء وهو سبحانه وتعالى هو وحده القادر على تيسير وتحقيق النجاح والتوفيق والنصر فيدعو به المسلم ربه سبحانه وتعالى بأنه يوفقه في كل ما يبدأ به من أعمال وأقوال وأنه يختم كل ذلك بخير ونجاح وتوفيق لذلك كل مكان تدخله كل مكان تخرج منه كل حال تكون فيه وتنتقل منه إلى حال آخر داخل شغلك خارج من شغلك داخل بيتك خارج من بيتك داخل تزور حد طالع من عنده إلزم هذا الدعاء وربنا يذكرنا ويجعلنا من الذاكرين الله تعالى والذاكرات وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة يعني هذا الدعاء المبارك يضمن سؤال الله تعالى الحماية من الوقوع فيما لا يرضيه لأنك بتقوله الدين السلطان والغلبة مش بس على الغير حتى على نفسي يعني هذا الدعاء يصلح لمن يعمل على تهذيب نفسه بيدرب نفسه على الاستقامة بيدرب نفسه أنه على محسن الأخلاق أن القلب لا ينشغل إلا بالله واللسان لا ينشغل بذكر غيره إنما ينشغل بذكري سبحانه وتعالى وأنه يقدب نفسه على فضائل الأعمال والأخلاق ده بتحتاج مع هذا الدعاء وذلك بأنه تكون مداخل الإنسان وما خارجه في التعامل مع الله تعالى وعباده مبنية على الصدق وعدم الخيانة فإنه بيعبر عن كل فعل فاضل ظاهر أو باطن بالصدق بيعبر عنه كده الأفعال الفاضلة سواء كانت باطنة في قلب الإنسان أو ظاهر عليه بيعبر عنها في اللغة بالصدق وإنه في اللغة والجزء اشتقاقي مع الناحية الإصطلاحية وأن يداوم الإنسان المؤمن على طلب المعونة من الله تعالى زي ما قلنا من شوية ليه؟ لأن دوام طلب المعونة معنى أن الإنسان متجرب من الاعتماد على النفس مش مستأسد بنفسي مش شايف نفسي القوة اللي هي حتعني على كل شيء ده حتى لو عندي سلطان كل شيء وقوة كل شيء أنا لا قوة لي إلا بالله ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه وتعالى فتجردت من الاعتماد على النفس وتجردت من ادعاء المعرفة المطلقة بجميع الأمور فبالتالي أنا فوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وسألته المعونة في كل شيء في كل لحظة مع كل فكرة مع كل خاطرة مع كل تحرك للإنسان في الحياة الدنيا فيسأل الله سبحانه وتعالى دوام المعونة ودوام التوفيق على الصدق على الصدق في السر وفي القول وفي العمل كما أن هذا الدعاء يرشد عباد الله المتقين أنه يطلب من الله تعالى أيضا النصر والتأييد حتى لو كان طلبي للنصر والتأييد ده أن ينصرني على نفسي على هوى نفسي على الزلل اللي ممكن أكون أنا أقع فيه لأن من انتصر على نفسه وتمكن من هواه فإن ذلك بالنسبة له يعد نصرا وفتحا مبينا عظيما قال الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر